نبدأ أخبارنا من فقرة الألعاب المختلفة بالحدث الأهم واللي شغل جماهير كرة اليد وتحديدا جماهير النادي الأهلي حيث توجى فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لكرة اليد على حصاد نظير سبورتينج بعد فوزه في نهاء البطولة بنتيجة 32 مقابل 22 في المباراة اللي جمعت هما مساء أمس بصالة أكتوبر الدولية نجح فريق الأهلي بعد فوزه باللقاء في مواصلة التفوق بعد حصد لقب دولي المحتلفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب أربع سنوات تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوزة على زمالك بنتيجة 27 مقابل 25 بينما تأهل سبورتينج بالفوزة على سموحها بنتيجة 25 مقابل 22 ترجمة نانسي قنقر